موسيقى أسفعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخباري الظهيرة مباشرة على الأولى والبداية بأبرز العنوين جهة قلميم ودنون تتمتع بموقع جغرافي متميز كحلقة وصل بين الأقاليم الجنوبية وباقي ربوء المملكة كما تتوفر على مؤهلات هامة في العديد من القطعة الاقتصادية خاصة في قطع النقل الذي يشهد إنجاز العديد من المشاريع في اليوم العالمي للمرأة الذي تخلده نساء العالم غدا 8 مارس نتوقف ضمن هذه النشرة عند نماذج لكفاءة نسوية متعددة الأفاق المعرفية موسيقى ما برت محمد الخامس دارو طالب بمراكش تواصل منذ أكثر من ستين سنة جهودها في خدمة تلاميذ والتلميذات في وضعية صعبة لمساعدتهم على مواصلة مسارهم الدراسي موسيقى أهلا بكم برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إن عقد صباح اليوم مجلس للحكومة اطلع في بداية أشغاله على عرض حول مثالية الإدارة في مجال التلمية المستدمة ثم تدرس مشروع قانونين يتعلق بمزاولة أنشطة صناعة التقليدية ومشروع مرسومين يتعلقان بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء وبتحديد قائمة مكام الملح المقام عليها حقوق الأحباس المجلس درس أيضا اتفاقا بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة وبروتوكول حول هبة لا رجعة فيها خاصة بملكية المسرح الكبير سيربانتس بطنجة بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا لجهة قلميم ودنون موقع جغرافي هام فهي حلقة وصل بين الأقاليم الجنوبية وباقي ربوع المملكة كما تتوفر الجهة على مؤهلة هامة في العديد من المجالات الاقتصادية تؤهلها لتصبح مستقبلا قطبا اقتصاديا حقيقيا ولتيسير التنقل عبر أرجائها تولي الجهة عناية خاصة للبنية الترقية الرابطة بين أقاليمها وبينها وبين الجماعة الترابية كما هو الأمر بالنسبة لجماعة أمتضي حيث أعطيت مؤخرا اندلاقة إنجاز طريق تربط الجماعة بدوار تازونت روبرتاج عبدالغني جبار عدنان الهراس وعسدين أبو الشيوش يندرج المشروع في إطار فك العزلة عن ساكنة العالم القروي بالجهة وذلك من خلال إنجاز هذه الطريق التي ستمكن ساكنة دوار تازونت من الانفتاح على محيطهم الخارجي وتيسير تنقلهم من وإلى الدوار المشروع يوم متهيئة وبناء طريق رابطة بين الضوار والطريقة الإقليمية وسينجز في إطار برنامج يهدف التقليص من الفوارق المجالية بين الجماعات الترابية القروية على امتداد ربوع جهة جليميم ودنون تكلفة هذه المشروع تبلغ حوالي 730 مليون سنتيم ولمدة الإنجاز تبلغ تقريباً 8 شهر التي بدأت فيها الأشغال في هذا البرش هذا تقريباً هذه واحد شهر لكي بدأت الأشغال النسبة تقدم الأشغال الآن تقريباً ما يناهز 35% ويندرج المشروع أيضاً في إطار تأهيل البنية الترقية الرابطة بين الأقاليم والجماعات الترابية المكونة لجهة جليميم ودنون والذي يتوخت تقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية والاستغلال الأمثل للمؤهلات الهامة التي تزخر بها الجهة في العديد من المجالات الاقتصادية وللحديث عن قطع الطرق بالجهة نربط الاتصال المباشرة من قلميم بسيد ميمون زمزامي المدير الجهوي لتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بجهة قلميم ودنون مرحباً بكم سيدي وبداية ما هي حصيلة ما تم إنجازه من مشاريع في هذا القطع خلال ثلاث سنوات الأخيرة كما تعرفون خلال ثلاث سنوات الماضية تم إنجاز حوالي 593 كيلومتر من الطرق وكذلك تماني منشآت فنية بغلاف مالي يناهز حوالي 500 مليون درهم الهدف من هذه المشاريع أولاً فك العزلة على أكبر عدد ساكنة دي الجهة الهدف الثاني هو المحافظة على الرصيد الطرقي الهدف الثالث هو حدث نقاط القطاع بالشبكة الطرقية التابعة للجهة وأخيراً تحسين مؤشرات السلامة الطرقية بالجهة من بين هذه المشاريع أهم المشاريع التي تم الإنجاز أذكر على سبيل المثال تأهيل طريق الوطني رقم واحد الرابط بين قلميم وبوزاكان على طول 40 كيلومتر وكذلك قوية الطريق الوطني رقم واحد وعشرين الرابط بين قلميم وأسا على طول 100 كيلومتر بالإضافة إلى إنجاز مجموعة من القناطر بالطرق الوطنية أذكر على سبيل المثال الطريق الوطني رقم واحد قنطرة على ود تلمعدرد قنطرة على ود أم العشر بمدينة قلميم قنطرة على ود صياد وقنطرة على ود درعة بالإضافة إلى قناطر أخرى بجميع أقاليم الجهة طيب وماذا عن المشاريع الموجودة في طور الإنجاز الآن المشاريع الموجودة في طور الإنجاز الآن بالنسبة للمشاريع التي في طور الإنجاز نحن الآن في إطار إنجاز حوالي 271 كيلومتر و16 منشة أفنية بغلاف إجمال قدره 433 مليون درهم من بين هذه المشاريع أذكر على الخصوص تأهيل طريق الوطني رقم واحد وعشرين الرابط بين سيدي إفني وقلميم على طول 50 كيلومتر كذلك توسيع وتخوية الطريق الجهوي رقم يوجوج الرابط بين بوزاكان وتيمولاي على 13 كيلومتر بناء مجموعة من القناطر أذكر قنطرة بسيدي إفني بالمجال الحضاري على ود سيدي إفني كذلك قنطرة على ود أم العشر بإقليم قلميم بناء مجموعة من الطرق خصوصا طريق الإقليمية 1303 الرابط بين عوينتي غمان وكذلك حدود مع إقليم طانطان بإقليم سيدي إفني طيب سيد زمزمي هذا هو مجموعة من المشاريع سيد زمزمي الأفاق المستقبلية لتأهيل البنية الطرقية على المستوى الجهوي علما أن الجهة معنية بمشروع طريق سيارة زنيت العيون بالنسبة لأفاق المستقبلية بالنسبة للمشاريع التي سنجزم الوزارة في هذه الجهة سنجزم جمعة من المشاريع أخص بالذكر الطريق الساحلي الرابط بين سيدي إفني ورسومي على طول 120 كم بتكلفة إجمالية قدرها 120 مليون درهم الاتفاقية تمت المصادقة وتوقيع عليها من طرف سيد وزير الجهيز والنقل واللوجيستيك وكذلك سيد والي جهة قلميم ودنون خلال يوم 26 فبراير 2019 خلال الزيارة التي قام بها سيد الوزير الجهة دي القلميم ودنون بالإضافة إلى مشروع آخر المهم اللي غير ربط بين الخصاص وأي توفقة على طول 89 كم باحدة تكلفة إجمالية قدرها 133 مليون درهم الهدف من هذه المشاريع أولا فك العزلة على أكبر عدد من الساكنة القاروية تحسين الولوج كما قلتم الطريق السليع الرابطة بين تيزنيت والعيون كذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الجماعات والضواوير المعنية شكرا لكم سيد ميمون زمزامية المدير الجهوي لتجهيز والنقل واللوجستيك والماء على كل هذه التوضيحات كنتم معنا مباشرة من مدينة قلميم غدا 8 مارس اليوم الذي تخصصه دول العالم للاحتفال بالنساء وإبراز مكانتهن في الأسرة والمجتمع موعد سنوي للوقوف وقفة تفكير واعتراف بالمجهودات التي تبدلها النساء في كل منح الحياة العامة وإسهاماتهن الكبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قطاع التعليم واحد من القطاعات التي برزت فيه العديد من الكفاءات النسوية كما حضيت فيه الفتاة القلوية بالعناية والاهتمام الروبرتاج التالي يعرفنا على برنامج منحة من أجل النجاح الذي يحارب الهدر المدرسي ونتعرف من خلاله على السيدة التي ساهمت في التعريف به ونشره السيدة نائمة صنهاجي رئيسة جمعية لجنة دعم تمدرس الفتاة في العالم القلوي زاكية بالقاس وحمزة سايح هاجس تمدرس الفتاة القروية سكن وجودها ربما لأنها تنتمي إلى جيل كان فيه وصول الفتاة إلى الجامعة جد نادر رفقنا نائمة صنهاجي في زيارة لمركز منليلة لإيواء الفتيات القرويات بإقليم بن سليمان مركز وجد في سياق مبادرة منحة من أجل النجاح والتي أطلقتها جمعية لجنة دعم تمدرس الفتاة في العالم القروي والتي ترأسها نائمة صنهاجي منذ ثلاث سنوات رفقنا نشوف فتاة سبحالدون لو لا هذه المبادرة البسيطة كان يمكن ما يكملوش وما يمشوش لإعداد هذا هي الإحساس الأول هو الإحساس بالانتصار ولو واحد في المليون على الهضر المدرسي للفتاة القروية رفقة أطوري جمعية لجنة دعم تمدرس الفتاة القروية تحاول نعيمة أن تبني سدا منيعا ضد الهضر المدرسي بالقرى والمداشر والسبيلها إلى ذلك التواصل مع الآخر والتعريف بغاية الجمعية اشتغلت في الميدا الاجتماعي والميدا الحقوقي وزدت رسخت عندي هذه القناعة أنه الحق في التمدروس هو مبادئ الأساسية للحقوق الإنسان الجمعية في العهد ديال مدام نعيمة صنهاجي خدمت بالستفع إلى الجانب التواصلي لعرفات بالجمعية كتر ووصلتها لعدة منابر إعلامية لأنه لا تتعرف الأهداف ديالجمعية ولا تتعرف أنها ديالجمعية كاينة وعندها المنفع العامة منحة من أجل النجاح بديرة عبرت بها نعيمة صنهاجي إلى درب النجاح واستحقت جائزة التمييز للمرأة المغربية في دورتها الرابعة نجاح مفعم بالأمان حرب معلنة ضد الحضر المدرسي تتمنى نعيمة صنهاجي أن تضع أوزارها حرب سلاحها فيها الأمن والقناعة بالحق في التمدرسي لكل فتاة مغربية جمعت بين مهنة الطب وعالم الشعر ورواية عاشقة للفن التشكيلي ومولعى بالموسيقى الكلاسيكية كل هذه العوالم تشكل شخصية فتح مرشيد الطبيبة والشعر التي عزز ترصيدها التقافي بالعديد من الدووين الشعرية إلى جانب أبحثها في مجال طب الأطفال وتخليداً لليوم العالمي للمرأة نتوقف مع هذا البرتري لسيدة مرشيد عادة لنا سارة كتير بكاميرا أحمد الحمري شاعرة روائية وقاصة فاتح مرشيد الحائزة على جائزة المغرب للشعر لسنة 2010 هي أيضاً طبيبة أطفال شغفها بعملها لا يضاهيه إلا عشقها للشعر وللكتابة بصفة عامة وحتى في ممارستها لمهنة الطب تعطي فاتح مرشيد للكلمة حقها فهي البلسم المداوي لا توجد قطيعة بين عالم الطب وعالم الإبداع فالطب نفسه هو فن في ملتقى أو في مفترق علوم شتى كما يقال وقد عرفه الأطباء القدامى على أنه تطبيب ومواسط فإذا كانت الطبيب هو العلاج فالمواسط هي تعتمد الكلمة أساساً وتعتمد الكلمة البلسم طبع لأن الكلمة لها قدرة كبيرة وممكن أن تبني وممكن أن تهدم كذلك أعمال الكاتبة والطبيب والشاعر فاتح مرشيد تشكل تجربة فريدة في تكوينتها الجمالية والفنية ومعالجتها الإنسانية للواقع لها سبع دواوين شعرية نسجت فيها عالماً مفعماً بالرومانسية خمس روايات تعالج فيها قضايا وطابهات مجتمعية إضافة إلى نصوص قصصية بالنسبة للكتابة حقيقة لا أبرمج لشيء فقط أنصت إلى صدى دبيب العالم بداخلي وأتفاعل معه وأدعه ينساب مني حروفاً ولا يهم إن كانت شعراً أبنطراً فاتح مرشيد مبدع إنساناً ولا يمكن أن نفصل بين المكونين فهي شاعرة في النص والحياة أيضاً جربت الإبداعية متميزة لكونها انطلقت وهي تخزن طاقة إبداعية دفينة عندما حررتها توالت نصوصها باستمرار جمعت بين الأدب والطب فأجادت وأبدعت تنتقل بين العالمين بخفة وبسلاسة لم تختر فاتح مرشد الكتابة بل هي التي اختارتها ورغم إنتاجها الغذير والمتنوع فلا يزال في جعبة شاعرتنا الطبيبة الكثير والكثير ما يكتب شعراً نثراً أو قصةً وردة أينعت بكفي قبل الأواني كيف أحفظها من رياح الشمال وأنا إن أطبقت الكفة جفت وإن بسطتها زلت في مهب السؤال وردة أخاف عليها من عطرها من نسمة بهار ويبهرني امتدادي بكفها ويعصرني انشطار ولأجل تتويج جهود النساء في تخصص ضل حكراً على رجال اللي انطلقت صباح اليوم بريبات فعالية المؤتمر الدولي السادس حول المرأة العربية في علوم الحوسبة وتكنولوجيا المعلوميات المؤتمر يقام بشاركة مع منظمات دولية وجمعيات مهنية ويعرف حضور نساء من مختلف البلدان خبيرات في مجال التكنولوجيا المتابعة مع زكيا بلقاس وابلهادي سكيوي أصوات النساء في قطاع الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات تعلو للكشف عن تحديات تواجهون في مجال متخصص وحديث والمؤتمر فضاء لطرح أسئلة عديدة حول وضاية المرأة وعلاقتها بالبيئة التكنولوجيا المرأة في المغرب وفي الدول العربية حضرة بواحد نسبة محترمة كتير كان نقوله 30-35% ولكن كان ننتمنى ويكون لدينا أكثر فمن الأهداف هي نجلبوا أكثر للنساء اللي يتبعوا درسات ديالهم في هذا الميدان المؤتمر يعرف مشاركة سيدات من مختلف أرجاء العالم جئنا لبسط تجربتهم وتقديم شهادات عن مصاراتهم والتي لا تخلو من إخفاقات وتعثرات المرأة هي متمكنة من العلوم من علم الكيبيوتر ساينس وإلها مكانة جيدة جداً بس المشكلة أنه لما تتخرج هي لمجال الشغل فيه بمعظم الدول العربية فيه تمييز عنصري ضد المرأة لا بد لنا أن نتوقف في وقت ما ليكون لنا أطفال وخلال هذه المدة الرجال يتقدمون في مناصبهم ونحن لا نستطيع ومع ذلك فالنساء يخضعنا لنفس معايير التقييم في التركية المؤتمر الدولي حول المرأة العربية في علوم الحوسبة يتواصل إلى غاية التاسع من مارس ونشير إلى أن هذا المؤتمر تأسس منذ 2012 ويتوفر على 17 فرعاً التحق فتاة فلسطيني في الخامس عشر من العمر بقفلة الشهداء بعد تعروضه لنيران القوات الإسرائيلية خلال مواجهات دارت الليلة الماضية على الحدود بين قطع غزة وإسرائيل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم تعلق مباشر على استشهاد الفتاة الفلسطيني لكنها أكدت أن المئات من متيري الشغب ممن وصفتهم لمتيري الشغب رشق القوات الإسرائيلية بالحجرة مما اضطرها إلى التدخل كما جرت به العادة على رغم من استمراري الاحتجاجات ضد الولاية الخامسة لرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلنت سلطات الجزائية أمس أن الظروف مواتية لإجراء الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل المقبل يأتي ذلك بينما أعلن مدير الحملة الانتخابية لرئيس الجزائري أن وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق وأنه بصدد استكمال فحوصاته الطبية فرح ساف بأعداد كبيرة انتشرت الشرطة وسط الغاصمة الجزائر تحسبا لمظاهرات جديدة وذلك غداد احتجاجات قام بها الطلاب الذين يواصلون الضغط رفضا لولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضغط شارع لم يمنع السلطات الجزائرية من تأكيد تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد حيث قالت بأن كل الظروف مواتية لتمكين الجزائريين من أداء واجبهم الانتخابي في جو من الاستقرار والأمان في غضون ذلك نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدير حملة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة أن الرئيس المرشح لولاية خامسة ما زال في الخارج لاستكمال فحوصات طبية وأن وضعه صحي لا يدعو للقلق وأمام المجلس الدستوري عشرة أيام لدراسة ملفات المرشحين للسباق الرئاسي والبالغ عددهم عشرين وفي مستجدات أزمة فنزويلا دعا خوان جويدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا دعا أوروبا إلى تكتيف عقوباتها المالية على نظام نيكولاس مادورو غدات إبعاد سفير ألمانيا بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وقد انتقدت السلطة الألمانيا خطوة استبعاد ديبلوماسيها وقالت إن من شأنها أن تزيد من الشرخ بين إدارة الرئيس مادورو والإتحاد الأوروبية الذي اعترفت عدد من دوله بيكويدو رئيسا شرعيا لفنزويلا وفي منضوع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمله سيخيب للغاية بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في حال ما إذا تأكدت صحة التقارير التي تفيد بأن بيونغ يونغ تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ وكان مركز الدراساتي الإستراتيجي والدولي ومقره بواشنطن قد أعلن أنه تم رصد معاودة النشاط في موقع سوه للصواريخ بعد يومين فقط على فشل القمة الأمريكية الكورية لديتنا لتقريب الخدمات الطبية من الفئات المحتاجة إليها نظمت جمعية العمل الاستجال بالصويرة حملة طبية عبارة عن تدخلات جراحية لفائدة نحو مئة من المرضى المبادرة أشرف عليها مئة وخمسة وعشرون إطارا طبيا مختصا قدموا خدماتهم على مدى ثلاثة أيام أمينة سلماني وعبلغني التهراوي اخترت جمعية العمل الاستعجالي هذه المرة مدينة الصويرة كمحطة لها لتقديم المساعدة الطبية طاقم طبي متكون من 25 طبيبا خمسة عشر منهم أخصائيون جراحيون أشارك هنا في المستشفى المتنقل لجمعية العمل الاستعجالي للمساعدة في علاج المرضى المحتاجين للجراحة وأعمل أيضا على اقتصام تجربتي مع الأطباء الشباب المختصين في مجال جراحة الأمعاء والقلون هذه الحملة التي برمجت مئة تدخل جراحي نظمت بشاركة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة كمبادرة لتخفيف العبئ على المستشفى الإقليمي بالصويرة وجعل المرضى يستفيدون من أحدث تقنيات الجراحة سمعنا بأننا كنا القافلة الطبية وبأنهم يفتحوا بالمنظار وهذه العملية كتطلب فلوس كثيرة ونرمال مو ما كنا نشه نفس ويرا وولدا قلنا نجو نستفيدهم من هذه الحملة هنا عندي عملية المرارة وكنت نتسلنا شحالة ونتنسلنا باش نفتحها والحمد لله جودة بعد صحاب الرباط سمعتهم في تساعد الناس باش يفتحوه كذبين ديرها في الرباط ومعنش أمكاني باش يديرها والحمد لله جودة باش يساعدونا باش يفتحونا سند كبير للقطع الصحي ومساعدة متميزة للمواطن تمثلها هذه الحملة الطبية التي تؤكد دور المجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن منذ أكثر من ستين سنة تواصلوا مبرت محمد الخامس دار طالب بمدينة مراكش مهمها النبيلة المتمثلة في توفير الإيواء لتلاميذ وتلميذات في وضعية صعبة من خلال تمكينهم من مواصلة ماسرهم الدراسي المؤسسات تستقبل اليوم حوالي مئة من المستفيدين نتعرف على هذه المؤسسة في روبرتاج أمين علامة ومحمد حسن مسكور التحقت مونة رحالي تلميذة في مستوى الثاني باكالوريا شعبة التجارة بمبرة محمد الخامس بمراكش منذ ثلاث سنوات بعد أن كانت توشك على الانقطاع عن الدراسة بسبب بعد المسافة عن الثانوية وهي المنحدرة من إحدى الجماعات بضواحي مراكش مبرة محمد الخامس احتضنت مونة وعددا من التلاميذ والتلميذات ووفرت لها الفضاء والأطر التي تساعدها على تحقيق حلمها في مواصلة مسارها الدراسي استفدنا من أنشطة تقافية بيئية وفنية في المبرة استفدنا من تجارب الأطر عالية كذلك المبرة هي التي تعاوننا وكتحفزنا على بدل المجهود مبرة محمد الخامس استطعت أن توفرنا شورة التغذية المتوازنة والكافية نهايك عن الرعاية الطبية اللازمة كما أنها تساني دينا كثيرا وتصارع على راحاتنا فتحت مبرة محمد الخامس أبوابها في وجه التلاميذ الذكور أولا في خمسينيات القرن الماضي بمبادرة من بعض المحسنين كان هجسهم الأول تمكين رعي لفترة الاستقلال من بلوغ مراتب عليا في التعليم وتحصيل المؤسسة تحضى برعاية التعاون الوطني وبضع من منحين الآخر للمحسنين الفوج اللي تدخل النهار الولاني يعني السنة السبعة ديال إعدادي كيبقى مستمر حتى الباكالوريا في معدال ديال 60-70% بالنسبة لجمعية مبرة محمد الخامس فهي تستفيد من 120 ألف درهم سنويا وبالنسبة للتجهيزات فإن التعاون الوطني مستعيد باش يعاونتها في التجهيزات إضافة إلى التعطير توفر مبرة محمد الخامس اليوم لحوالي 100 من التلاميذ والتلميذات المواكبة من خلال توفير دروس الدعم والتكوين في الإعلاميات والعديد من الأنشطة هاد الأعضاء ديال المكتب يتتبعون عن قرب نتائج التلاميذ بالانتقال والتنقل حتى المدارس ديالهم باش كنحصلوا على نتائجهم وعلى إلا كان شي غياب ولا أي حاجة كتهم هاد التلاميذ أزيد من ستة عقود ساهمت خلالها مبرة محمد الخامس بمراكش في تكوين أجيال وتواصل المشوار بالرغم من الصعوبات للمساهمة في الرفع من التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في بلدنا قبل الختام نذكر ببلغ وزارة الأوقاف وشؤون الإسلاميات نيفي إلى أصحاب الفضلة ساد القضاة ومندوبية شؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر رجب ستكون يومه الخميس التاسع والعشرين من جماد الآخرة راجية منهم أن يخبرها بتبوط رؤية الهلال أو عدم تبوط رؤيته وذلك بواسطة أرقام الهاتف والفاكس الظاهرة على الشاشة ختاماً تذكر بأبرز محطات الخبر في نشرة الظاهرة جهة قليم ودنون ستمتع بموقع جغرافي متميز كحلقة وصل بين الأقاليم الجنوبية وباقي ربوع المملكة كما ستتوفر على مؤهلات هامة في العديد من القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع النقل الذي يشهد إنجاز العديد من المشاريع في اليوم العالمي للمرأة الذي تقلده نساء العالم غداً ثامن مارس نتوقف أو توقفنا ضمن هذه النشرة عند نماذج لكفاءة نسوية متعددة الأفاق المعرفية ما برث محمد خامس دارتالب بمراكس تواصل منذ أكثر من ستين سنة جهودها في خدمة تلاميذ وتلميذات في وضعية صعبة لمساعدتهم على مواصلة مسارهم الدراسة شكراً لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله